أهلا بكم الأمم المتحدة هي المحفل الأهم القادر على معالجة القضايا التي تتجاوز حدود الدول الوطنية والتي لا يمكن لبلد منفرد أن يحلها وهذا يعود لكون الأمم المتحدة المنظمة العالمية المتفردة بتمثيل جميع دول العالم للأمم المتحدة ستة أجهزة رئيسية تشكل هيكلها وهي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية والأمانة العامة للأمم المتحدة وتأسست جميعها في عام 1945 مع تأسيس الأمم المتحدة الجمعية العامة التي أنشأت في عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة هي واحدة من الأجهزة الستة الرئيسية للأمم المتحدة وتحتل الجمعية موقع الصدار بين تلك الأجهزة لأنها الجهاز الرئيسي للتداول وتقرير السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة وتضم الجمعية العامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة يتحمل مجلس الأمن المسئولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين ولدى مجلس الأمن 15 عضواً وكل عضو لديه صوت واحد بموجب ميثاق الأمم المتحدة تلتزم جميع الدول الأعضاء بالامتثال لقرارات المجلس أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فهو الهيئة الرئيسية للتنسيق وسط عراض السياسات والتوصيات بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذلك تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً عندما وضع ميثاق الأمم المتحدة نظاماً دولياً للوصاية أنشأ مجلس الوصاية كأحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وأناط به مهمة الإشراف على إدارة الأقليم المشمولة بنظام الوصاية وكان من الأهداف الرئيسية للنظام تشجيع مهوض بسكان الأقليم المشمولة بالوصاية وتقدمهم التدريجي صوب الحكم الذاتي أو الاستقلال محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتتولى المحكمة طبقاً لأحكام القانون الدولي الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وتقديم أراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة الأمان العام للأمم المتحدة هي جهاز يتألف من موظفين دوليين يعملون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وفي جميع أنحاء العالم ويطلعوا بالأعمال اليومية المتنوعة للمنظمة وتتولى الأمانة العامة خدمة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى وإدارة البرامج والسياسات التي تضعها إذن فالأمم المتحدة تعد واحدة من أكبر وأشهر المنظمات منذ نشأتها بعد الحرب العالمية الثانية لكون الغاية الأسمى من تأسيسها هي المحافظة على السن والأمن الدوليين عن طريق اتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع وإزالة الأخطار التي تهدد السلام إضافة لتنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المسواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب ترجمة نانسي قنقر